أضاف فؤاد أقطاي الاجتماع غير رسمي الذي أجراه صباح اليوم بعض الممثلين ينبئوا عن وضع سيء في منطقة البحر الأبط المتوسط هو خايف خلاص تركيا بترتعي تركيا الآن في حالة خوف بتقول في وضع صعب داخل البحر المتوسط وزيك نسحبه ونحن نعارض ذلك ولهذا غادرت تركيا الاجتماع وأنا بقول بخيبة أمل عميقة وتم طرده قال له جاي يحضر الاجتماع المصغر قال له حضرتك مين انت غير معني انت مش مرحب بك في هذا الاجتماع خرج وقال تركيا بتنسحب لأنه احنا بنشعر ان فيه ترتيبات من خلف ظهر تركيا وأنا بقول زي ما بقول الراجل بقول لا يمكنك ان تتوقع حل الأزمة في ليبيا في ظل وجود الناس الذين تسببوا بالأزمة ويتم استثناء تركيا أنا بسأل والله إذا لم تستحي فاصنع ما شئ وقول ما شئ نائب رئيس الجمهورية التركية قطاي بيقول انه بعض المتسببين في الأزمة من تسبب في هذه الأزمة من خرب ليبيا من أفتى بقتل القزافي مين مين اللي أفتى بقتل القزافي القرداوي القرداوي ده شغال فين القرداوي شغال خدام عند قطر وقطر وتركيا واحد مين اللي أفتى بقتل القزافي